من دمني كمان الأخبار المهمة جداً والأهلي اللي بيبقى دايماً حريص على أن علاقاته تكون مميزة بكل أندية أفريقيا والوطن العربي وبأي حد في الحقيقة بيولبي طلب المريخ السوداني وباستضيف مبرياته في دور الأبطال والمريخي عنده مشكلة في الملعب بتاعه فبالتالي قرر نلعب في القاهرة يختار استاد الأهلي والسلام ونصق مع الأهلي زي ما حضركم شايفين كده مسؤول المريخ مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي نادي الأهلي الراجل برضو بصراحة بيعمل مجهودات عظيمة جداً واستقبل فريق مبارح هو وزير الشباب الرياضة في مطار القاهرة الدولي فبالتالي انطلاق من العلاقات التاريخية اللي بتربط طبعاً بين الشعبين الشقيقين مصر والسودان وفي إطار الروابط اللي بتجمع بين دولتين مصر والسودان عمر العصور لبى نادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دور ربيطة الأبطال الأفريقي على ملعب الأهلي والسلام وقابدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء في المريخ وضيفهم في المباريات المجبلة سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم وعبرت إدارة الأهلي عن ترحبها بالتعاون والمسندة الكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل فيما أكدت إدارة المريخ السوداني على تقديرها لمعقف النادي الأهلي المصري وصرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف وأشاره إلى اعتزازهم وكل الجماهير السودانية بالنادي الأهلي وإداراته وما يقدموا من تعاون ودعم لكل أشقاءه من الأندية العربية واجهة عام وسودانية بشكل خاص ودي حاجة محترمة ومميزة جداً وبصراحة هتدينا برضو أفضلية لما نلعب مباراة المريخ أو مطشن يبقى على القاهرة فدي تدينا أفضلية في مجموعة صعبة جداً فيها سانداونز كمان والهلال إن شاء الله لأهلكم موفق في المرحلة دي